وينضم لنا من دمشق هيثم حسون الخبير العسكري سيد هيثم لا طالما كان هناك حديث عن هدنة في سوريا ولسيما في أدلب لم يلتفت لها أحد اليوم الحديث عن هدنة ملاذي استجد في الساحة السورية أدى إلى الخروج بهذا القرار وهو هدنة اعتبارا من الليلة التحية لكم والأستاذ المشاهدين طبعا موافقة القيادة السورية على الهدنة وبناء على طلب الجانب التركي للضامنين الآخرين الإيراني والروسي وهذه الهدنة كانت مشروطة من جميع الأطراف السورية والروسية والإيرانية بتنفيذ تركيا لتعهداتها بموجب اتفاق سوشي الذي عقد منذ حوالي عام تقريبا بين الرئيسين التركي والروسي ويتضمن شرطين أساسيين الشرط الأول هو ضمان تركيا لانسحاب المجموعات الإرهابية بحدود 20 كم عن خطوط التماس الحالية أي ضمن منطقة منزوعة السلاح الذي تم الاتفاق عليها سابقا الشرط الثاني هو إخراج هيئة تحرير الشام من حدود هذه المنطقة وشرط إضافي آخر هو العودة مجددا إلى إلزام تركيا بتنفيذ تعهداتها فيما يتعلق بفتح طريقه طريق أساسي واحد لاذقي حلب سيد هيسم عن اتفاق سوشي نحن نعرف لم تلتزم به تركيا طيلة هذه الأشهر هل ستتزم به ابتداء من الليلة الانسحاب 20 كم وأيضا إزالة كل الأسلحة الثقيلة والمتوسطة لا أعتقد أن تركيا لا تلتزم بهذا الاتفاق ولن تلتزم خلال الفترة القادمة وإنما أرادت كسب الوقت لتأمين أمرين الأمر الأول هو وقف العمليات القتالية من أجل إعادة ترتيب صفوف المجموعات الأرهابية التي تلقت ضربات قوية خلال اليومين الماضيين الأمر الآخر هو إعادة بناء ترتيب قتال تلك المجموعات في عمق محافظة إدلب وبالتالي استكمال عملية تركيا لبناء الجدار لفصل عفرين عن محافظة إدلب أما الموضوع موضوع الالتزام فأعتقد أن تركيا أعتقد جازما أن تركيا لن تلتزم بهذا الاتفاق وبالتالي الاتفاق لن يصبت أكثر من 48 ساعة ومن جانب واحد هو الجانب السوري طيب اتفاق مشروط باستجابة تركيا لتعهداتها السابقة هناك تشكيك وشكوك اليوم حول استجابة الفعلية لتركيا ابتداء من الليلة لهذه الهدنة إذن ما فرص نجاح هذه الهدنة سيد هيسن أعتقد أن هذه الهدنة ليس لها أي فرصة للنجاح هي كسابقاتها تماما تريد تركيا من خلالها كسب الوقت فقط وإلا أن هذه الهدنة تختلف بأمر واحد أنها مشروطة زمنيا أيضا أي أن بداية تنفيذ هذه الهدنة خلال 48 ساعة فإن لم تبدأ تركيا بتنفيذ هذه الشروط ستتابع القوات المسلحة العربية السورية عمليةها العسكرية اعتبارا من 48 ساعة بعد سريان الاتفاق هل نتوقع ربما أن تتدخل روسيا مع الجانب التركي أن يكون هناك حوار وتنسيق مع الجانب التركي لالتزام الجانب التركي بهذه الهدنة أو بالاتفاق منذ البداية كانت روسيا هي الضامن لتركيا من أجل تنفيذ الاتفاق ولكن في حقيقة الأمر أن تركيا لم تلتزم بأي اتفاق أو تعهد خطعته للجانب الروسي وأعتقد أن الجانب الروسي يعمل الآن على أمر مهم جدا وهو منع الاستضام بين الجيش العربي السوري وحلفائه وبين قوات الاحتلال التركي المنتشرة في أكثر من منطقة في الأرض السورية تحديدا المناطق الواقعة شمال حما شكرا جزيلا لك من دمشق السيد هيسم حسون الخبير العسكري